وفي اتصال هاتفي بنشرة سابقة أكد السيد خالد الشيراوي القائم بعمال مدير إدارة الرقابة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أكد أنه حفاظا على المورد الغذائي البحري تم أصدار مجموعة من القرارات وفق استراتيجية واضحة تهدف لتقليل جهد الصيد ورفع المخزون السمكي اليوم الله يسأل مثلما انتحدث عن سروة البحرية فالحديث يكون عن واحدة من أهم مورد الأمن القضاء عندنا في البحرية لذلك وحفاظا على هذه الموضع تم أصدار مجموعة من القرارات وفق استراتيجية واضحة تهدف لتقليل جهد الصيد ورفع المخزون السمكي وكان من أهم هذه القرارات تدور قرار بوقت صيد الربيان بطريقة القرار وهو الأمر اللي ما يختلف عليه أي شخص مستم بشأن البحري من ناحية الضرار بالحاطر منه ترجمة نانسي قنقر